شنت قوات الجيش الليبي غارات جوية عنيفة على مواقع قوات حكومة الوفاق وسط مدينة جريان ضمن عملية عسكرية جديدة تستهدف استعادة السيطرة على هذه المدينة الواقعة جنوب غربي العاصمة طرابلس وأطلقت جيش الليبي منذ بداية الأسبوع الحالي عملية عسكرية كبيرة على مدينة جريان بدأت في مرحلة أولى بالقصف الجوي على تمركزات قوات الوفاق في انتظار تدخل القوات البرية التي تعززت بالتحاق كتائب جديدة تابعة لقوات الصائقة